شهدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط اطلاق مشروع التمكين الاقتصادية والاجتماعي للمرأة بالشراكة بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار ووزرات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية ويتم تنفيذه بين عامي 2022-2027 في عدد من المحافظات ومن المقرر ان يعمل المشروع على زيادة وصول المرأة الى الفرص الاقتصادية في مصر وازالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد بالاضافة الى التركيز على تحسين بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص وتوسيع الشمول المالي للمرأة والحد من الاثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة